قدم رئيس تجمع ابناء تشات بيانا صحفيا تحدث فيه عن الانطلاقة الرسمية لمشروف بنك الطعام في تشات وذلك بحضور رؤساء جمعيات المجتمع المدني نتابع جزء من بيان رئيس تجمع في ميكروفون الزمين محمد عثمان بشير إن مبادرة بنك الطعام التشادي تعتبر أكبر مبادرة إنسانية في تشات يذلقها تجمع ابناء تشاد بالتعاون مع الشركاء الداخلين والدولين تهدف المبادرة في المساهمة في القضاء على الجوع ومحاربة الفغر حيث تؤثر إيجابيا وبشكل مباشر في الاستراتيجية الوطنية للأمن القزائي وبرنامج محاربة الفغر والبطالة في تشاد إن مبادرة بنك الطعام التشادي تنفذ بسلاسة محاور المحور الأول الإطعام اليومي حيث يتم جمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم والولائم المنزلية وتخزن بطريقة صحية ويعاد طهوها وتوزيعها على المحتاجين يوميا المحور الثاني الإطعام الشهري تجمع المساهمات القزائية العينية من المانحين حيث تعبأ على شكل سلال وتوزع شهريا على الأسر المحتاجة المحور الثالث محور التدريب والتأهيل إن الأسر التي تستفيد من الدعم الشهري يقام لها برنامج تدريب مهني تستطيع من خلاله تلك الأسر الاعتماد على نفسها عبر اكتساب مهنة معينة إن رأس ما لبنك الطعام يتكون من التبرعات التي يتلقاها من المؤسسات المختلفة عن طريق عقد اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية إن هذه الفكرة تساهم في رؤية التنمية المستدامة لكاد عام 2030